لكن السؤال لما السيسي عارف ان كلامه عن أسعار مش صحيح ولما هو متأكد الناس مش مصدق الكذب وطلق يقول الكلمتين دول ليه يمكن ده أخطر سؤال معنا اللادي لأنه ببساطة السيسي عمل كده ساعة المؤتمر الاقتصادي فاكرين المؤتمر الاقتصادي اللي كان عام له من كم من فترة كده طلع وفضل يحبط ويتكلم صبح وليل وليل وصبح واب واب حاسب خبط الناس قرار التعويم اللي خلت دولار رسمي باربعه عشرين سوء سودة بخمسة وثلاثين أنا جايالي من مصر حد بعتلي من كم ساعة بقى بثلاثة وثلاثين في السوء السودة بسأل واحد تاني قال لي عام تلاثة وثلاثين ده خمسة وثلاثين في السوء السودة هنا السؤال بقى هل تكسيف ظهوره اليومين دول مع قرب الحصول على سمعمية وخمسين مليون دولار بتوع صندوق النقد بيمهد لكارسة ما هو بص فالفين وستاشر قال لك يا بني آدم أنت ما بتاخدش بالك فالفين وستاشر قال لك ايه لن تحدث سيادة في الأسعار مهما حصل حاجة للدولار ومش حصل حاجة للدولار بس لن تحدث ولو عالي جدع يفكرني بالفيديو ده بعدها حصله بقى عوم الجنيه حيل فالفين وتنين وعشرين عمل مؤتمر اقتصادي أنا حذرت الناس منه ما تشتركوش فيه هب راح مقدم على قرض السندوق النهار ده بقى طالع يقول لك أسلي والصبر هنا أنا بدأت أتواغوش هل بيمهد لكارسة جديدة جاية تاني في الأسعار لأنه كان واضح جدا النهاردة بعد ما فضل يهري كتير قوي رح أهل لك كده أو قال يعني قال هو أنا بقولي الكلام ده ليه أيها نسمع كده لما سأل السؤال الجوهري ده ورد أقل إيه اسمع إحنا ما بنخافش عارفين دي ما بنخافش أولا عشان معانا ربنا وإن ده أقصى حاجة ممكن نعملها بس إحنا بنحطوكه في الصورة يا مصريين عشان تعرفوا إن إحنا بنحاول نخافش بالإمكانات اللي موجودة عندنا وزي ما الدكتورة قالت كده تلات سنين دلوقتي تلات سنين سنتين كورونا الدنيا تلخبطت فيها خالص وإحنا كنا متمسكين والسنة خلصت خلاص إحنا خلنا في 12 بتاعت الأزمة الروسية وإحنا برضو الحمد لله متماسكين ولازم تكونوا متأكدين إن ربنا معانا وما تخافرش تلنا دكتورة هذا أيوان أيوان عشان تبقوا معانا في الصورة صورة 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 كلنا كده عايزين صورة صورة للشعب المنصور تحت الراية المنصورة يا سيسي صورنا دي أغنية دي مقاوية عبد الحليم خبط هنال عبد الناصر وصلاح شعين هو اللي كتابها وغالبا كانت كمال الطويل بعدها ما جناش بقى لصورة ولا صوت هو بقى بقولك بحطك في الصورة لما أغزى بحطك في الصورة السيسي مش بيفتكر يحط المصورين في الصورة إلا لما تبقى في كارسة اسمع مني ويا عم أنا من 2014 بقولك الكلام ده إذا السيسي قالك بحطك في الصورة تحسس جيبك لأنه في 2016 قال أنا مش هتحصل حاجة للأسعار مهما حصل حاجة للدولار هوب عاوم الدولار عاوم الجنية وبعد كده قال أنتو المؤتمر الاقتصادي وأي عائل صغير مش هب رح خدق القرض لكن يحطوهم مثلا في الصورة لما يجي يعمل عاصمة الإدارية ما حصلش حطوكوا في الصورة لما جا غرق البلد طرق وكبري ما حصلش حطوكوا في الصورة لما عمل العالمين الجديدة ما حصلش قبل ما يعمل ما حصلش لكن هو قبل المصايم يحطك في الصورة هو بس بيفتكر يحطهم المصريين في الصورة ساعة لما تكون فيه مصيبة جاية الرابط ولما يغلب في حاجة يطلع يهبد ويهبده يهبد ويغبط أي وعد بقى والناس بتنسى حد بيفتكر يا ابن عمي بس إحنا في البرنامج ده مش هننسى مش هننسى إن السيسي هباد وقزمة السيسي إنه بيهبد كتير وإنه بينسى اللي بيقوله إحنا بقى عدله يعني من أكتر من شهرين طلع هو بتصريح عنتري نسبة إلى عنتر وقال لك كل المعوقات اللي قدام الاعتمادات المستندية بتاعت الدولار للإستراد هتتحل خلال شهرين خلال شهرين 27 سبتمبر 22 أهو السيسي كافة معوقات الاعتمادات المستندية في مصر ستحل خلال شهرين الكلام ده إمتى 27 سبتمبر 22 طيب مش مصدق كلام الجريد خدوا صوت والصورة كده خش في شهر سبتمبر 22 خش 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 الديني فيديو في لقطة مهمة أوي عشان ممكن وحنا بتكلم كده لك طب انتو النهاردة يطرى انتو جدين في حل مسائل المستثمرين مما فيه الموضوع بتاع خاص ومستلزمات الانتاج والمشكلة اللي اتعاملت خلال يعني الشهرين متأكدات اللي فاتوا آه طبعا وإحنا ان شاء الله يمكن اتصور شهر أو اتنين بكتير نكون كل المعوقات اللي بنا بنتكلم فيها تكون خلصت تكون خلصت بسه أفن أفن نفس الناس يا بوي نفسه هو نفس الكرسي نفس الحارس الشخصي بتاعه نفس الرجل أبو شانب ده نفسه هو 27 سبتمبر اتنين قالك شهر تكون الدنيا تحلت طب النهاردة كام يا أولاد بقى النهاردة أسيسي شهرين وإسبوع ولا حس ولا خبر المستوردين بيصرخوا من شح الدولار وتركوا البضايع في المواني وطبعا ده أثر بالسلب على الأسعار اللي نطف بفوق عايز تسدق مش فيها نهبد الأخبار اهي اطلع بالأخبار أزمة الدولار في مصر تطفو من جديد على سطح الاستيراد مصر في يونيو يستبعدون حل الأزمة قريبا وأخصر ما توفره البنوك حاليا 10% من سقف المستردات إمتى بقى 27 نوفمبر 22 اللي بعده أزمة الدولار المستمرة في مصر عودة السوق السوداء ومشكلات المستويدين لا تنتهي 27 نوفمبر 22 اللي بعده البنوك تؤجل استخدام العقود الأجير للدولار بسبب تقلب سعر الصرف ما التفاصيل 2 ديسمبر يعني من يومين في حاجة تانية مستوردون الإفراجات على الورادات المستمرة لكن الأسعار ستظل مرتفعة 19 نوفمبر 22 الأجيزة الكربية المصارعة متوقفة من 16 والمتفائلون بوعود سيسي 21 نوفمبر خمسة إحنا النهاردة خمسة ديسمبر أربعة ديسمبر أو خمسة ديسمبر هو 27 سبتمبر قال لك كله هيتحل يبقى السؤال بقى فهمت السيسي طالع ليه النهاردة عشان مدة الوعد اللي هو الده من 27 نوفمبر خلص والمشكلة ما تحلتش وبتزيد فالسؤال بقى يا طالع السيسي بيماهد لكارسة جديدة جاية كارسة يلي تيجي لأن فيه كلام عن تعويم منتظر ولو حصل تعويم